اشتركوا في القناة يعني انتهاء كأس العالم الاندية وهيكون صفر النادي الاهلي وتوجه الى ابو ظبي للاشتراك في كأس السوبر المصري هناخد كمان عندنا خبر نزل منذ قليل كمان اعتضار النادي الاهلي عن مشاركته في كأس الربطة ده كله هيكون معنا مع الناقض الرياضي الكبير الاستاذ علاء عزة ولكن في الجزء التاني من حلقتنا بالامس كل جماهير النادي الاهلي وكل عشاق النادي الاهلي وكل محب النادي الاهلي ومتابع النادي الاهلي تابعوا مباراة النادي الاهلي بشغف امام فولومينسي البرازيلي مبارح كلنا يعني واحنا قاعدين بنتابع المباراة وبعد انتهاء المباراة كان فيه ديء كبير جدا كل الناس زعلانة وكل الناس متضايقة وده حق الناس حق الناس ان احنا كنا بنهدف الى خطوة ابعد في منديال الاندية وده اللي كان بيسعى ليه النادي الاهلي دارة النادي الاهلي والجهاز الفني واللاعبين وكل الفترة اللي فاتت منذ انطلاق البطولة وشفنا اداء النادي الاهلي امام اتحاد جدة السعودي اللي ابتدى بيه النادي الاهلي في البطولة النادي الاهلي في مباراة اتحاد جدة ادى مباراة كبيرة جدا اشاد بيه كل المتابعين كل الصحف كل النقاد كل واحد تابع المباراة كانت خطوة بالأمس مبارح نحن إن شاء الله كنا نلعب في نهاية منديال الأندية وده كان اللي بيسعى ليه زي ما قلت لحضراتكم كل منظومة النادي الأهلي لكن اللي أنا هقوله لحضراتكم ده ده مش مبرر لكن ده واقع حصل بالأمس مبارح حتة سوء التوفيق وإنت لعب في الملعب تبقى محتاج التوفيق معاك التوفيق كان متواجد معانا في مباراة اتحاد جدة ظهر في أول تصدي في ديال حوالي خمسة أو ستة من المباراة في تصدي محمد الشناوي للعب اتحاد جدة وكان موفق جدا في طلوعه إنه يتصدى للكورة وبعدها كمان ركلة جزاء ركلة جزاء للتحاد جدة قدر يتعامل وتصدى لها محمد الشناوي هو ده التوفيق اللي دايما بيكون مهم إنه يتواجد مع اللاعب علشان كده مبارح كان فيه سوء توفيق وكان التوفيق عنصر مهم وغاب عن لعب النادي الأهلي في كم عدد الفرص اللي ظهر مبارح وبالمناسبة اللاعب يكون مضغوط في المباراة الكبيرة لزي دي عايز يسجل عايز يفرح جمهوره عايز يروح للخطوة اللي بعد كده علشان كده كان مبارح سوء التوفيق أو غياب التوفيق كان عنصر مهم جدا أيضا التحكيم وكل الكلام اللي بقوله حضراتكو ده مش مبارح ترجمة نانسي قنقر